ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الحمد للحبيبتي تسلمي نور نوري هل أرى أهمية زينة رمضان لعند الأطفال كتير مهمة لحتى نهيئهم لدخور الشهر رمضان المبارك ممكن نبلش من خلال الأيام الأخيرة لشهر شعبان لحتى نعدلهم قدية باقي أيام لشهر رمضان بهذا الأسلوب بدأت دخل البهجة والسرور لقدوم شهر رمضان المبارك بنفس الوقت زينة رمضان هي نفسها تخلق الإبداع والإبتكار عند الطفل ممكن فيصير فيعناه أنه بيقضوا وقت أكتر مع أفراد العيلة بتشاركوا ممكن باختيار زينة من السوق غير الزينة اللي هنة بعملوها في البيت فهي كتير مهمة الأهل اللي رأي ركزوا عليها مع أطفالهم يعني إبنان حكاية أكيد كتير مهم خصوصا لفترة الكورونا يعني الأطفال حلو أنهم ما يتركوا الفيديو جينز والتابلت كل هاي اللي يعني الإلكترونيات اللي عم بتضيع وقتهم كل نهار ويساعدوا أهليهم بأشياء خصوصا بأشياء متعلقة بأشواء يعني منقدسة مثل الأشواء شهر رمضان المبارك شو بحضرتين اليوم نشاطات الأطفال لشهر رمضان المبارك أهم إشي أو هي المعالم اللي دائما مدلولة لشهر رمضان مبارك هو الهلال والنجمة عندك الهلال والنجمة والفوانيس فممكن نحنا نقدر نعمل حبل من الهلال والنجمة بيكون معمول من الورق يلون أو ورق هنا يلونه أو حتى كرتون يزين فيه على سأس غرفة الطفل أو حتى على غرفة الألعاب مثلا نفس الإشي ممكن نحنا نعمل الفوانيس من الكرتون ونحط الشمعة اللي هي باستعمال البطارية عشان طبعا أمانهم ينحط على الدسك عندهم هذا كله بخلق كمان نوع من الإبداع والابتكار عندهم لحتى يحسوا إنه نحنا بشهر رمضان أنا كتير بحب نشاط اللي هو زينة الباب ممكن يستعملوا اللي هي الخشب المدورة تبع التطريز أو حتى الأصب يعني نحنا أفرجيك نحنا شو عاملين للباب نحنا جبنا طبع الأصب أخدناها وجبنا ورد مجفف عملنا إيش الألوان اللي بدنا ياها وجبنا هاي الكلمة أصناها عشكل رمضان كريم تتعلق على الباب ونفس الفكرة ممكن كمان نعملها على غرفة النوم للطفل بألوان هو اللي بيحبها وابتكاره حتى ممكن نستعمل الورق الكرتون أو نصحون الكرتون حتى يقدروا يزينوا عليها ويعملوا فيها زي شكل هلال والنجمة ممكن كمان نستعمل الجورز الأزاز سالي نرش عليها ونعمل شكل كمان هلال والنجمة نحط شمعة بقلبها بتطلع كمان كتير حلوة ومنظرها ملفت كنتيجة نهائية رزنامة رمضان أنا كل سنة بركز عليها ودائما نعمل أفكار كتير سهلة بمواد موجودة في كل بيت باستعمال كرتين باستعمال ونزينها بالكورنيش وبندهنها ألوان وبصفي إنه الطفل اللي هو جاي على شهر رمضان على أتم استعداد ليخد تجربة الصوم في شهر رمضان بقدر ياخد هدية واحدة كل يوم هيك لنهاية شهر رمضان بيكون مفاجأة لأم أكيد عارفة شو هو اهتمام الطفل وإشي بلفت نظره أكيد قديش بتشوفي إنه الطفل بخلال جهاز شهر رمضان مبارك بيكون عنده حماس بيكون في عنده حماس بإنه بيكون مش حابب إنه يعمل زينة مش حابب يعمل إشي بييده يعني أنشطة مثلا متعلقة بشهر رمضان بيحسي إنه بشهر رمضان بيكون حماسه أكتر من أي أنشط ستاني خلال ستاني ممكن شوفي هو باعتمد على جو البيت سالي إذا كان الأهل عاملين عن جد جو لشهر رمضان زي ما قلنا العد التنازلي ممكن نحط أغاني متعلقة بشهر رمضان ممكن نحكي بنشاط معين عن خلق من الأخلاق الحميدة نحكيها للطفل ونفصلها لإله هذا كله بيخلق إنه روح جميلة في البيت لشهر رمضان أما إذا كان الوضع شوي إنه لأ عندنا روتيني كل يوم أو إنه عن جد نحنا منحكي إنه يهر النهار طويل هذا ممكن كمان يأثر عليه إنه لازم يشوف البهجة والسرور على وجه أهله يعني طبعا أكيد الولد بس بدون نوع من أنواع اللفة النظر سالي شو ممكن نحنا نعمل لحتى نخلق هذا البهجة في البيت بأبسط أبسط الأشياء والحلو زي ما أنت حكيتي كمان سالي إنه ما بتقتصر الموضوع على زينة رمضان نحنا لازم نخلق نشاطات أنا عندي بالصفحة دائما كل يوم أو اليوم بعد يوم خلال شهر رمضان المبارك بنعمل نشاطات متعلقة بالشهر رمضان ولكن فيها اكتساب معرفة لحسابية مثلا رياضيات معرفة مختلفة ولكن فيها دلالات شهر رمضان المبارك نعم يعني أكيد اللي بحب يشوف أنشطة مختلفة يعني من شغل إيمان بقدر يتابعها على الإنستغرام أكيد سطحك على الإنستغرام سطحك على الشاشة خلال اللقاء إن شاء الله إيمان نصيحة لأمهات في شهر رمضان المبارك النصيحة هلا ضايل أيام قليلة لشهر رمضان أهم شيء أنه نذكرهم يوم بعد يوم دي ضايلة لقدوم شهر رمضان كريم ممكن نعمل بطاقات معايدة بقدوم الشهر للمقربين مننا من الست الجد ممكن أولاد العن وولاد الخالة هذا كمان يعني بيعطي طابع حلو وكمان حلو الواحد أن ألجأ للطابع الديني ممكن نعمل مجسم من الكرتون يعني هي كلها بعبارة عن نشاطات ما بتأخذ وقت كتير كبير ولكن معا فيها بتشكل فرق كبير عند أولادنا فحلو نستغل هاي الأيام الأخيرة من شهر شعبان لحتى أن نستقبل شهر رمضان يعني إحنا أكيد بدنا نقول لك كل سنة أنت سالمة ويعني جميع متابعين بألف ألف خير بمناسبة يعني اقتراب الشهر رمضان المبارك إيمان خصائية أنشفة الأطفال كنت معانا مباشرة عبر زوب شكرا جزيلا لوجودك معانا في صباح وانت سالمة سالي شكرا كتير ويسعد صباحكم شكرا لأيكم شكرا للمشاهدة